مرحبا مشاهدينا ينضم إلينا العقيد الطيار مصطفى بكور قيادي في جيش العزة سيد مصطفى أهلا ومرحبا بك مجددا على شاشتنا سيد مصطفى هل تسمعنا؟ سيد مصطفى هل تسمعنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بداية يعني لو سألنا عن نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب يعني ما الهدف من وجودها؟ هل هي ستحمي الفصائل من هجمات النظام في الوقت الذي تشهد تلك المنطقة غاراتا سواء من قبل النظام أو حتى من قبل روسيا؟ وبالتالي في نهاية المطاف هدف هذه النقاط هل هو الفصل بين القوات أم زيادة التمدد التركي عبر ربط إدلب بما يسمى غصن الزيتون ودرع الفرات؟ الحقيقة انتشار القوات التركية في ريف إدلب وريف حما يأتي في إطار تطبيق اتفاق أستانا ما بين روسيا والتركية أو الضامنين لهذا الاتفاق ما يحصل على الأرض حاليا هو نشر بعض النقاط التركية في مناطق تم استطلاعها من قبل قوات التركية وأخيرها نقطة في جبل شحشبو التي تحدثت عنها تقريركم وهناك ربما نقطة أخرى في منطقة مدينة اللطامنة في ريف حما الشمالي ما يعلن عنه أن هذه النقاط ستكون حد فاصل بين قوات النظام وقوى الفصائل الثوري في تلك المنطقة لمنع حصول أي اشتباكات أخرى حيث يضمن الجانب التركي الفصائل الثوري ويضمن الجانب الروسي قوات النظام الأسدي ما نلاحظه حاليا أنه لم يتوقف أي قصف على المناطق التي شملها اتفاق ما يسمى خفض التصريح حيث تقوم الطائرات الروسية بتنفيذ غارات جوية على العديد من المناطق كما تقوم قوات النظام المتواجدة في مدينة تمحردي ومدينة حلفايا وفي منطقة الطال الغربة بتنفيذ رمايات مدفعية وراء صليات من صواريخ القراب باتجاه مدينة اللطامنة وباتجاه مدينة قرية الزكاة ومحيط مدينة كفرزيتا كما حصل اليوم عند الظهر ما نتوقعه نحن أن تقوم تركيا وروسيا بتحمل مسؤوليتها بالاتفاق الذي وقعوه في أستانا لمنع قوات النظام من قصف المدنيين في تلك المناطق والسماح للمهجرين من تلك المناطق بالعودة إلى ديارهم وإلى أراضيهم سيد بكوري إذا ما سألنا عن اجتماعات أستانا لماذا تستمر اجتماعات أستانا؟ قد يقول قائل أنه ربما الموضوع انتهى الآن الفصائل التي موجودة في الجنوب هي موجودة بتفاهم أمريكي روسي أردني إسرائيلي وما تبقى منها محصورا في منطقة إدلب وبالتالي ما الهدف من اجتماعات أستانا؟ ربما نحن كجيش عزة لم نشارك في أستانا منذ أستانا واحد وما بعدها حتى الآن أستانا تسعة لكن ما يتسرب من معلومات أن الاجتماعات المستمرة في أستانا هي عبارة عن محاولات لتطوير الاتفاقات التي توقع عليها تركيا مع روسيا وإيران بما يخص الوضع السوري الآن بعد تثبيت النقاط التركية والروسية في مناطق المواجهة يبدو أن هناك أمرا ما يحضر للمنطقة المحررة في ريفي حماوة ريف إدلب الجنوب ومنطقة الغاب ومنطقة ريف إدلب الشرق وحلب الجنوب وتلك المناطق التي تقع تحت سيطرة القوى الثوريين لا ندري حقيقة ما الذي يتم تحضيره في أستانا لكن ما يعلن عنه هو أن هذه الاتفاقات تهدف إلى تثبيت وقف أطلاق النار بدلا من منطقة خفض التصعيد وبالتالي تأمين مقدار أكبر من الاستقرار في المنطقة لمنع الاشتباكات التي يمكن أن تحصل بين القوى الثوري والميليشيات المتواجدة لحماية النظام الأسدية في تلك المناطق شكرا جزيلا لهذه المداخلة الكريمة السيد مصطفى بكور العقيد الطيار قيادي في جيش العزة كنت معنا من حما سيد مصطفى بكور العقيد الطيار أجمال